بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في مدينة العريش احنا طبعا زي ما انتوا شايفين كده جات المرحبين اول قافلة برية بتضم حوالي 145 عربية عليها طبعا زي ما انتوا شايفين حجم كبير من الاحتياجات وان شاء الله هذه الاحتياجات مخصصة ان هي تطلع على قطاع غزة ان شاء الله ومجرد فتح المعابر اللي موجود سواء معبر رفع او معبر كارم ابو سالم انما عايز ااكد تاني ان احنا وصل لنا مبارح واول مبارح اتنين ست عربيات من دول عربية شقيقة ومن دول صديقة ومن منظمات دولية وصل ست طيارات فيها معظمها فيها ادوية واحتياجات طبية لان طبعا احنا عارفين ان في مأساة كبيرة جدا في قطاع غزة نتيجة الاصابات اللي موجودة وطبعا الادوية خلصت احتياجات خلصت فاحنا نتعشم ان شاء الله انه المعبر يفتح مريب حتى خاطر نقدر ان احنا ندخل المساعدات دي عميزة بعد ان اصبحت مدينة العريش واجهة مهمة للمساعدات الدولية يريد تطمن كل اللي امتبعيني وشايفينا اليوم عن دور المحافظة هنا في تأمين هذه الشحنات وايضا وجودها في مكان اامل لحين انتقالها الى قطع غزة احنا طبعا خليني قبل ما اجاوب على السؤال بتاعك اوجه تحية شكر وتقدير الى اهلنا في شمال سينة وفي المدينة العريش على وجه الخصوص لان اول ما اعلنت انا عن وصول احتياجات وان محتاجين مخازن عشان خاطر نحط فيها الاحتياجات دي كل الناس او معظم الناس جاءت تبرعت بالمخازن اللي عندها وسواء بالاتصال التليفوني او بالحضور للمحافظة وده طبعا شعور جميل انا بشكر عليه اهلنا في شمال سينة على التلبية السريعة اللي حصلت فبالتالي احنا الاحتياجات محطوطة في اماكن امنة ولسه انا النهاردة الصبح مكلم مكتب السيد وزير المالية عشان تتخذ الاجراءات القانونية اللي هي بتخص لان احنا عارفين ان الادوية والحاجات دي دي بضائع وحاجات لازم تكون خلصة الرسوم الكومنوكية هو طبعا بيصدر قرار من السيد وزير المالية وفي طريقه لصدور هذا القرار ان شاء الله فانت ما انا شايف هنا ديور بطولة اخر لابناء شمال سينة وخصوصا الشباب في تفريغ الطائرات وايضا نقل الشحنات انا طبعا يعني ما اتكلمتش على هذا الدور النموة ده دور اساسي الشباب عندنا ربنا يكرمهم ويديهم الصحة على المجهود يمزلوا احنا فيه شباب منامشي بقالوا يومين عشان ينزل الاحتياجات اللي موجودة في طائرات او انه يرسها في المغزن ويتأكد ان المغزن مقفول كل الحاجات دي احنا عملنا خلية لادارة موضوع الاحتياجات خلية عمل شغالة بصورة كويسة وان شاء الله كل حاجة وصلت على ارض شمال سينة على ارض مدينة العريش ان شاء الله هتكون في المكان المناسب بتاعها شكرا باني